اشتركوا في القناة إلى قمة الاهتمام الدولي تزعد الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور مجددا الحصار الطويل على المدينة والتحشيد العالي جعل أعضاء مواثرين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن يعيدون تسلط الضوء على الأوضاع في السودان وعلى الفاشر بالتحديد يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم بشأن الفاشر فالمدينة على شفى مذبحة إذ تخطط قوات الدعم السريع لمهاجمتها قصر الطيران الحربي للجيش السوداني والمتكرر على المدينة ومحيطها والهجمات المتبادلة بين طرفي الحرب والاعتداءات من قوات الدعم السريع على معسكرات النازحين القديمة حول الفاشر تلقي بمزيد من التعقيد على حياة المدنيين النزوح داخليا وخارجيا عند أهل الفاشر يعكس مفهوم الأمن فيها بعد أن كانت أطرافها ملاذا لقرى ومدن أخرى لأكثر من عشرين عاما هي عمر زعزعة الاستقرار في دارفور الفاشر آخر قلاع السلطة المركزية في الإقليم الغربي للسودان وفقدانها يعني تغييب دارفور بالكامل عن سيطرتها باعتبارها نهاية وجود الجيش السوداني في الإقليم الشاسع المدينة مركز الإقليم تكابل الحصار منذ أول أيام الحربي قبل عام ويزيد الوضع الإنساني يتأزم فيها ككل مدن دارفور لا يميزها فيه سوى صمودها الأطول ورمزيتها لأهلها ولكل البلد نقش هذا الموضوع مع ضيفنا عثمان فضل الله ينضم إلينا من القاهرة وهو صحفي ومدير مركز ارتكال لي الإعلان أهلا وسهلا بك معنا ما مدى خطورة الوضع في الفاشر اليوم مرحبا بك ومرحبا إلى المشاهدين القناة أعتقد أن الفاشر ظلت مع النزاع منذ من دلاع الحرق في 15 أبريل 23 باعتبارها هي المركز الأساسي لإقليم دارفور وهي مدينة من المدن الأساسية والرئيسية في البلد بشكل عام أضف لأن الفاشر تكتسب أهميتها من أنها مركز سلطة دارفور اللي يسيطر عليه أو قوامه هي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا وهي في معظمة تنتمي لإثنية تسمى بين معقوفتين اللي هي إثنية الزرقة وهي ظلت على صراع تاريخي مع عرب دارفور اللي يمثلهم حاليا إنجاز التعبير الدعم السريع وبالتالي ظلت الشعب السوداني بشكل عام يضع يد على قلبه من نشوب أي نزاع في الفاشر باعتباره سيعيد دارفور إلى سيرة العام 2003 والمجازر التي حدثت باعتبار المرارات التاريخية الموجودة ما بين المكونين ولذا في دارفور عموما الصراع يختلف عن الصراع في السودان بشكل عام باعتبار أن دارفور لها يعني مرارات تاريخية في المسألة الحرب وظلت هي في وضع حرب منذ العام 2003 والحرب أصلا البلك الأساسي بتاع القبائل المشكلة للدعم السريع وقبائل المشكلة للحركات المسلحة لذا نجد أن السودانيين في مختلف انتماءاتهم بزلوا مجهودات كبيرة لمن جات الفاشر من الصراع ويمكن آخر المحاولات القاموا بيها عضوي مجلس السيادة السابقين الهادي دكتور الهادي إدريس والطاهر حجر وذهبوا إلى الفاشر والتقوا بالمكونات الموجودة من الحركات المسلحة والقوة المشتركة في ذلك الوقت واستطاعت المجهودات أن تنجي الفاشر لهذا العام ولكن الواضح الآن بعد الضغط المارسة للسلطات في برسودان على الحركات المسلحة وإعلان الشهير في أنها ستخوض الحرب وستقوم بتحرير دارفور وتشكيلها لقوات وزيادة التسليح ومحاولات الخروج من الفاشر والهجوم على قوات الدعم السريع وإمكانية الحرب الآن نشهد أن بعد دخول الدعم السريع إلى مليط أصبح إحكام الحصار على الفاشر كبير جدا وفي توقعات الهجوم على الفاشر في أي لحظة أو من شأنه يعقد المشهد في دارفور بشكل كبير توقعات بالهجوم على الفاشر في أي لحظة هل من الممكن أن يحدث ذلك؟ هل هذا وارد؟ أم أن ضغوط الدولية التي نتبعها الآن في مجلس الأمن وبقية الدول قد تدفع بالدعم السريع إلى مراجعة هذا الموضوع؟ وبالنظر للتاريخ علاقة الدعم السريع بالضغوط الدولية يمكن نفس الحديث تم عن مدينة ودمدني قبل أربعة أو ثلاثة شهر قبل اكتهاح الدعم السريع لمدينة ودمدني نفس البيانات صدرت نفس الضغوط ولكن الواضح أن الدعم السريع لم يكترس لهذه المسألة وإكتاح مدينة ودمدني بل إكتاح ولاية الجزيرة وكلنا بنسمع عن الانتهاكات التقارير التي تأتي من ولاية الجزيرة للانتهاكات البتم في ولاية الجزيرة والإدانات البتمالية من المجتمع الدولي وبالتالي أعتقد أنه لا أظن أن الحديث عن البيانات صدورة ومحاولات إثناء الدعم السريع عن الهجوم على الفاشر من الممكن أن تأتي سمارها ما لم يكن هناك حقيقة تحرك حقيقي إذا من المجتمع الدولي بالوصول إلى اتفاق سلام أو حتى الوصول إلى اتفاق مؤقت يخرج الفاشر من دائرة الصراع وهو اتفاق محل مثل الذي تم تاريخيا يمكن إذا عدنا إلى أعوام سابقة تاريخيا تم في جبال النوبة وكان قادته في الوقت ذلك ما بين الحركة الشعبية والجيش السوداني أعتقد أنها دولة ألمانيا في إنساء هذه الاتفاقات من الممكن تتم ولكن صدور بيانات وحديث عن إدانات وتحزير من المجتمع الدولي أعتقد أنه لا يمكن أن ينجي الفاشر وخاصة التحشيد التمى لكينيزاتها تابعنا التحشيد التمى والحصارة التمى للفاشر وهو تحشيد ضخم جدا واضح أن الدعم السريع عد نفسه لمعركة فاصلة في مدينة الفاشر باحتلاله لمليط يصبح من السهولة بمكان بالنسبة لقوات الدعم السريع إنها تدخل للفاشر وده محفز الدعم السريع لأنه إذا شاهدنا العمليات خلال الفترة الفترة نجد أن الدعم السريع خسر كثير من المواقع وبالتالي لرفع الروح المعنوية لقواته ولعادة نفسه كقوة منتصرة من الممكن أن يكون الفاشر أقرب النقاط الممكن يتم فيها مثل هذا العمل باعتبار أنه حشد في الفاشر حشد عنصريا وحشد إسميا وحشد استخدم كل الطرق لحشد المقاتلين منتجاه الفاشر وبالتالي أظن أنها أكبر نقطة من الممكن أن يحققها أسألك باختصار سيد عظمان عن كيف من الممكن أن تنعكس أي تطورات على مستوى الفاشر كيف ستنعكس على المواجهة ربما الأكبر والأهم التي تدور اليوم في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع إذا نظرنا لأهداف بتاعت المعركة عموما من وكهة نظر الدعم السريع كانت أنها الاحتلال أو الاستلاء على السلطة في القرطون باعتبار أنه التصريحات الأخيرة الأولى السلطة التي أدل بها قائد الدعم السريع كلنا نذكر أنه نتحدث عنه خلال أيام سيدخل القيادة العامة وسيلقي القبض على الرئيس البرهان وهكذا ولكن هذه الأهداف تراجعت كثيرا خلال الفترة الأخيرة يمكن أن نظرنا أنه إلى الآن لم يستطع الدعم السريع السيطرة على القيادة العامة ولم يستطع السيطرة على قيادة المدرعات وغير من الأسلحة الموجودة في ولاية القرطون وبالتالي على المشهد العامة أنا لا أعتقد أنها من الممكن أن تؤثر عملياتيا على تغيير كبير أو تغيير دراماتيكي في المشهد بتاع العمليات ولكنها ستؤثر معنويا على جنود الدعم السريع باعتبار أن الفاشر هي بتمثل رمزية لدارفور وهي عازلة عاصمة قليم دارفور بولاياته الخمسة أو الأربعة حسب التجسيم الجغرافي أيضا من أنشانها أن تؤثر على مسألة التفاوض المقبلة التي تعد له كثير من الجهات في المجتمع الدولي إذا في جدة أو غير في المواقع ما يمكن أن تكون مزيد من كروط الضغط على القوات المسلحة شكرا جزيلا لك عطمان فضل الله الصحفي ومدير مركز أرتكال الأعلام حدثتنا من القاهرة ترجمة نانسي قنقر